ثلاثة لا يدخلون الجنة فمنهم؟ الرواية الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة هي رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه والتي صححها الألباني في تصحيح الترغيب يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة الشيخ الزاني والإمام الكذاب والعائل المزهو وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من الأعمال القبيحة والأفعال السيئة التي تؤدي بأصحابها في النار ومن هذه الأفعال السيئة أذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف وهم الشيخ الزاني والإمام الكاذب والعائل المزهو وإنما غلضت عليهم العقوبة لأنه لم يحملهم على الوقوع فيها الحاجة أو الضرورة وإنما المعاندة والاستخفاف بأمر تلك المعاصي وهؤلاء الأصناف لا يدخلون الجنة من أولي وهلا وإنما يدخلونها بعد أخذ نصيبه من العذاب في النار بمقدار يقدره الله سبحانه وتعالى بعدله وحكمته فيتطهرون ثم يدخلون الجنة لأن هذه الأعمال من كبائر الذنوب التي تدخل صاحبها في النار ولكنها لا تخلده فيه ولا يسمى مرتكب هذه المعاصي كافرا إذا كان موحدا لله تعالى وإنما هو مسلم عاصي مرتكب لكبيرة والمعاصي المذكورة في الحديث من أكبر الكبائر فيدخل فاعلها النار ويتطهر ثم يدخل الجنة وسنعرض في هذا الفيديو شرحا مفصلا لهؤلاء الأصناف الثلاثة أولا الشيخ الزاني في هذا الحديث توعد لمعصية هي كبيرة من الكبائر وهي الزنا للرجل الذي كبر سنه أو المرأة التي كبر سنها وتغليد للعقوبة لهما تفوق عقوبة الزاني الشاب لأن الشيخ الكبير بلغ من العمر والحكمة والتجارب ما يجعله رزينا ذا عقل يزين الأمور ولا يقع في شهوته ونزواته وإضافة إلى أنه ليس لديه نزوات الشباب وفورته وحاجاته الجسدية التي يصعب ضبطها فكيف لهذا الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بإكمال عقله أن يقع في هذا الشيء الفاحش فهو مستحق للنار لا محل الإمام الكذاب وهو الملك الذي تعود على الكذب على رعيته رغم سلطانه وقوته واتباع الناس لأوامره وخوفهم من بطشه أو نفاقهم له رغبة فيما عنده من متاع الدنيا فهو ليس بحاجة إلى الكذب لكنه اتبع هواه وشهوته وتعود على الكذب واستخف بهذه المعصية الكبيرة فاستحق هذا التشديد الفقير المتكبر ولفظ الحديث العائل المزهو وهو الفقير الذي عدم المال وأسباب التكبر والخيلاء على الناس فليس من حاجة تدعوه إلى التكبر وليس له من المؤهلات غير حاجة في نفسه والتكبر مذموم على كل حال ومقياسه دقيق فيقاس بالذر فقد ثبت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر